أمر النائب العام المستشار حماد الصاوي بالتحقيق في انهيار عقارة في منطقة سيدي بشري بالإسكندرية حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مصرح الحادث لمعاينته وكلفت النيابة العامة الحماية المدنية ومسؤولي الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والعقارات المجاورة وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بالتحفظ عليه وصولا لبيان سبب الحادث وأجار استكمال وإجراءات التحقيق يأتي ذلك فيما رفعت وزارة الصحة حالة الاستعداد في مستشفيات الإسكندرية لاستقبال أية إصابات من العقار كما دفعت الصحة بـ 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث مع رفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية تحسبا للتعامل مع أية إصابات محتملة من جهته أعلن محافظ الإسكندرية محمد الشريف أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي موضحا أنه صادر للطابق الأخير به قرار إزالة وتم توجيهه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار العقار مكون من أرضي و14 دور العقار منشأ منذ السبعينات في الدور الـ 14 صادر له قرار إزالة عام 2023 وتمت إزالة الدور الـ 14 بالفعل هو كان دور مخالف العقار النهاردة الصبح الساعة 9 ونص حدث انشطار رأسي للعقار نصفه واع على الأرض ونصف الثاني لازال سابت العقار ده كل دور فيه مكون من خمس شواء وبيستخدم كإيجار للمصطفين الحقيقة العقار معروضة على لجنة المنشآت الأيلة للسقوط ولم يبت فيه حتى الآن الحمد لله حتى الآن احنا عندنا مصاب واحد إصابة بسيطة جدا السكان اللي كانت موجودة في العقار أو المصطفين اللي كانوا موجودين في العقار خرجوا من النصف السليم